لا شك أن العديد من المربين المبتدئين وحتى منهم من يربي الطيور منذ مدة يجد صعوبة في اختيار الطائر الذي سيشتريه سواء من أسواق للطيور أو من محلات لبيع الطيور وفي الأخير يقوم باختيار الطائر الذي يريده بشكل عشوائي وهنا أتحدث عن طائر الحسون وما هي إلا أيام معدودة حتى يمرد ذلك الطائر أو يموت إذن فما هي الأمور التي يجب أن يعرفها ذلك المربي قبل شراء الطائر وكيف يقوم باختيار ذلك الطائر وهذا الفيديو سيكون مقدمة وأول درس في سلسلة إنتاج الحسون في الأقفاص أراكم بعد الفاظ وأول شيء يجب أن تقوم به وهو الوقوف بالقرب من تلك الطيور ومراقبتها جيدا والتركيز على هذه الأشياء التي سأذكر لك الآن يجب أن أرى هل تلك الطيور تم وضعها من طرف ذلك البائع في قفص به شبك في الأرضية أو يضعها في صناديق مثل هذه التي نجدها في الأسواق غالبا وهنا ستسألني ما الفرق بين تلك الصناديق والأقفاص بها شبك في الأرضية أو ليس بها شبك وسأقول لك فالطيور التي تضع في تلك الصناديق نجد أن الأكل الذي يقدم لها ذلك البائع يضعه في أرضية تلك الصناديق وأيضا الماء يضعه في الأرضية وهنا تجد تلك الطيور تضع برازها ويختلط مع الأكل ثم تأكل منه مجددا وأيضا نفس الشيء يقع لذلك الماء ويتسخ ذلك الماء وتشربه تلك الطيور وهنا سأقول لك إن كانت تلك الطيور قد وضعت في تلك الصناديق منذ يومين أو ثلاثة أيام فغالبا مئة بالمئة ستكون تلك الطيور حاملة لمرض الماء ولا أنصحك بأن تشتري من تلك الصناديق أما إن كانت الطيور قد تم استياضها في الصباح وبيعها في المساء أو تم استياضها الأمس وقام ذلك البائع ببيعها اليوم فهنا ممكن أن لا تكون تلك الطيور مارضة والكثير منكم سيقول لي أنه يشير دائما طيور من تلك الصناديق ولا تموت لكن أنا سأقول لك لماذا يعني لن تموت تلك الطيور فيوجد السببين وهو أولهم وأن مناعت ذلك الطائر قوية أو أن ذلك الطائر حامل لمرض ولم يظهر عليه بعد وممكن أن تكون تلك الطيور قد استادها ذلك البائع اليوم وقام ببيعها في الغد أو أنها لم تمضي وقت طويل في تلك الصناديق أما إن كانت قد أنضت وقت طويل فهنا ستكون مريضة مئة بالمئة أيضا يجب التركيز على حركة ذلك الطائر داخل القفص أو داخل تلك الصناديق فيجب على الطائر أن يكون نشيطا يتحرك من اليمين إلى اليسار يقفز من هنا إلى هناك ويحاول أن يأكل ويشرب لوحده ولا يكون طائرا يعني يقف في مكان معين ولا يتحرك أو يغمض عينه فهذا الطائر الذي يغمض عينه فببساطة فهذا الطائر منهك أو حامل لمرضهم فإن كنت سأشاري طائر واحد فمن الأفضل أن أضع اختيارات بديلة فعلى سبيل المثال يمكن أن أقول أنني سأخذ هذا الطائر وإن لم يعجبني هذا الطائر أو وجدته به مشكل سأقوم باختيار الطائر الذي يليه وهنا تكون قد يعني قد وضعت عينك على الكثير من الطيور حتى تأخذ الجيد منها وبعد أن قمنا بوضع اختيارات هنا سنطلب من البائع أن يعطينا ذلك الطائر حتى نقوم بفحصه يدويا وهذا ما سأقوم به الآن أمامكم بمثال على أحد من طيور والآن إخواني سأريكم الطريقة التي سأقوم بها بفحص ذلك الطائر قبل أن أشتريه فعندما يخرجه لبائع الطيور سأمسكه بهذا الشكل وأول شيء سأقوم به وهو أن أفحص الجناحين سأفحص هذا الجناح إن كان الطائر به كسر أو لا أما إن كانت أحد الريشات ناقصة فهذا ليس يعني بشيء سيء فممكن أن تنبت تلك الريشات مع الوقت وسأفحص أيضا الجناح الآخر وسأفحصه هكذا بأسبوعي لكي أرى إن كان ذلك الطائر به شيء ما في هذا الجناح وبعدها أتأكد أن هذا الجناح أيضا سليم سأمر إلى الأرجل فأفحص الرجل الأولى كما أنني سأفحص الرجل الثانية هل الطائر به تشوه أم شيء من هذا القبيل وخاصة الذكر لا يجب أن يكون به تشوه على مستوى الجسم وأيضا عندما أنتهي من القدمين سأفحص بطن الطائر أو صدر هنا هذه المنطقة سأقوم بتحسس هذه المنطقة بهذا الشكل حتى أتأكد أن الطائر بصحة جيدة وليس ضعيف أو به تسيف سأتفحصها بهذا الشكل إخواني إن تأكدت أن الطائر ليس به تسيف فهنا سأقوم بالنفخ بهذا المكان سأقوم بالنفخ بهذا المكان وأراقب إن كان بطن الطائر به مرض أو ليس به مرض عن الطائر سليم وعندما أتأكد من هذا سأمسك الطائر بهذا الشكل هكذا سأمسك الطائر إخواني هكذا بهذا الشكل وسأضعه بجانبي بجانبي أدني حتى أسمع إن كان الطائر يتنفس بشكل يعني بشكل عادي أو لا أو أن ذلك الطائر يصدر صوتا عندما يتنفس فهنا إن كان يصدر صوتا فهذا يعني أن الطائر يعاني من سواء من ضيق في التنفس أو مرض على مستوى التنفس وأيضا ممكن أن يكون به الفاش وبعد أن نتأكد من هذا إخواني سيكون لك الإختيار إن كنت تريد ذكر أو أنت فهذا شيء آخر إن كنت يعني لا تعرف وانت تحدد بين الجنسين سأضع لك رابط فيديو في أسفل هذا الفيديو وهذا إخواني كل شيء فيما يخص فحص ذلك الطائر وبما أننا نتحدث عن إنتاج الحسون في الأقفاص فهنا سأقول لك معلومة يجب أن تركز عليها جيدا وهي أن لا تعامل طائر الحسون كما تتعامل مع طائر الكناري ومن الأفضل عندما تذهب لشراء الحسس من أجل الإنتاج من الأفضل أن تأخذ أنتين أو ثلاثة مقابل كل ذكر الحسون لأن في طائر الحسون الأنت هي من تختار الذكر وليس الذكر هو من يختار الأنت وهذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله فلا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس حتى يصلك الجديد وتتوصل بجديد هذه السلسلة والفيديوهات الأخرى وإلى اللقاء دونتم في راية الله